مدينة القدس البعثة الأمريكية بقيارة بوش سوف تنزل في فندق دافيد الذي يتأهب بشكل واسع إلى هذه الزيارة فخصص للبيث أكثر من 200 غرفة في الفندق مع حراسة مشددة وأيضا تأهب واسع في المطبخ التابع لهذا الفندق الكثير يترقب هذه الزيارة في الرأي العام الإسرائيلي يترنق ما بين المؤيد والمعارض لهذه الزيارة هناك من يقول بأنها فقط زيارة أعمال وهناك من يؤمن بأنها استمرارية لبرنامجه السلام مدينة القدس تغلغ الكثير من شوارها وأيضا نشוטה سوف تكثف عملها ب�ח שזה מפריע لي, זה מפריע לא רק لي אלא לעוד המון המון ירושלמים שגרים פה אנחנו מקווים שכמה שיותר הוא לא יהיה בעיר כדי שאנחנו נוכל לנוע יותר בחופשיות לי זה לא מפריע כי אנחנו סובלים הרבה שנים אז בשביל כמה שעות שבוש יהיה פה זה בסדר שירגעו זה מביא תוצאות, حيوبיות, ככה אני רואה את זה אני גרע פה, אז זה בסדר, אני לא צריכה להגיע רוחוק, אבל לכל אנשים כן, אני מבינה שכן القناة الثانية الإسرائيلية أجرت لقاء خاص مع الرئيس الأمريكي بوش قبل أيام معدودة من زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط وأطلع الإعلاميين حول هدف هذه الزيارة وحول المواضيع المهمة التي سوف يتحدث معها على الطرفين بوش وعد بأنه سوف يحاول حل أزمة إيران قبل إنهائه لفترة حكمه وهذا الموضوع الأساسي الذي سوف يناقشه بوش مع رئيس الحكومة الإسرائيلي أهود ألميرت وحتى الآن موقف بوش لم يتغير فهو محل دبلوماسي لكن لا ينفي إمكانية عسكرية أقامواوا إيرانا الإسرائيل إراني يأتي في جارة إيرانيا إراني أقاموا إيرانا المسيطات وأما ج炉ة الإسرائيل إيقاموا إيرانيا وأقاموا جعقاً؟ إيران كان يتوافاة إيران إيرانية أقاموا أتراضي أو إيما إيما إنتهي الأمريكي لا أعتقد أتراضي إيرانيان أخبرتك يتوافاة تتقالي هناك من يقول بأن زيارة بوشي التاريخية إلى المنطقة سوف تغير الكثير من المفاهيم بكل ما يتعلق ببرنامج السلام لكن الطرف الآخر يقول بأنها زيارة عادية لن توصل المنطقة إلى أي هدف مرموق ترجمة نانسي قنقر